يا أعربة الولايات المتحدة وبريطانيا والكويت يومه الثلثة عن عميق القلق جراء استمرار الأزمة بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة ثانية مناشد كفة الأطراف العمل على سرعة احتوائها وحلها عبر الحواري وفي بيان نشرته وكلة الأنباء الكويتية الرسمية كونا عقب اجتماعي في الكويت ضام رئيس مجلس الوزراء الكويتي بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالدي ووزير الخارجية الأميركي ريكستير رسونة ومستشار الأمن القومي البريطاني مارك سيداويل قالت الدول الثلاثي أنها وإذ تبدي عميق القلق جراء استمرار الأزمة الراهنة في المنطقة فهي تدعو كفة الأطراف إلى سرعة احتوائها وإيجاد حلها في أقرب وقت من خلال الحوار